أين الثوار أين المجاهدون أين الناس الذين كانوا يحمل الثورة بدمائهم وأموالهم يعني أين الوفاء للشهداء أين الوفاء للشهداء الأبرار بالألاف الذين بدلناهم وكيف يسمح لهم الذين يعني أعداد بالألاف قتلوا من مصراتا ومن زليت ومن طرابلس ومن الزاوية الغربية ومن المناطق كلها ومن الجبل ومن الزنتان قتلوا وهم يقاتلون حفتر أخوانكم الشهداء قتلوا في سبيل ماذا؟ قتلوا وهم يردون هذا العدو الغازي لطرابلس ثم كيف أنتم الآن تستهينون بدماء أخوانكم ودماء شهدائكم وتمكنونهم الحكم من غير أن يبدل قطرة دم يأخذ هكذا البلاش يأخذها سهلا هذا يعني تفريط هذا تفريط في بلادكم لابد أن تجمعوا أمركم لابد أن تنسقوا بين المدن وتعمل أي شيء تفرض على الانتخاء المفوضية وتفرض على الجهات التي تناصر حفتر أن تغير موقفها هناك وقف أمام مجلس القضاء الأعلى يوم الاثنين الساعة العاشرة لا يجب أن يتخلف عنها أحد لأن مجلس القضاء الأعلى هو بالقرارات التي يصدرها يعطي تحصيل لحفتر وأيضا بوقفه للدائرة الدستورية ومنع الناس من الطعن فيها هو منع العدالة وإذاك يجب عن الناس أن يخرجوا أمامه في مظاهرة سلمية بالآلاف يحتاجون على هذا الموقف الصادر منه وأن هذا لا يليق به لأنه الجهة التي يلتج إليها الناس وينبغى أن ينصفهم للجهة التي تحول بينهم وبين العدالة نسأل الله تباك وتعالى أن يجنب بلادنا شر الظالمين وشر المجتمع الدولي وشر كل ذي شر نسأل الله تباك وتعالى